احنا ابتدينا حطينا مين نجم الادارة اللي حضرتك شايفه انه ممكن يغير من خريطة الصادرات المصرية مين الوزير او المسؤول اللي حضرتك شايف انه يجب ان يتخذ مجموعة من القرارات السريعة والعجلة وحضرتك مش بس رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين حضرتك خبير 47 سنة في مجال التصدير والتجار المسؤول الحكومة لان احنا في مصر ما انا اقولك بس في مصر الوزير منفردا لا يستطيع عمل شيء حتى لو حاب رغم ان في وزير من 10 دقايق عمل كتير يعني غير المنظومة كلها لان كتل مجموعة انا قلت ايه المجموعة الاقتصادية كانت مجموعة هائلة وكانت بتشتغل مع بعضيها كلها كمجموعة واحدة واللي نجح وزير المسؤول عن الصادرات يعني معنات الوقت انها لا تعمل بروح واحدة بالقطع لا بالقطع لا بالقطع ان احنا جزر منعزلة كثيرا من الوزراء ليسوا على وفاق في السياسات مع بعضهم او في الشخصيات او او السياسات ما بتتحطش فوكسينج الحاجة معاياة يعني لما نيجا اقول الصادرات ما انا قلت وشرحت قلتلك وزير المالية اهم من وزير التجارة والصناعة لان وزير المالية في الوقت الحالي مثلا هناك برنامج لرد الاعباء موجود في وزارة التجارة والصناعة وزير المالية ما بيضيحطش الميزانية الكافية ما بيصرفش وكل المصدرين بيشتك وكل المصدرين والبرنامج بيموت وما حدش سائل لان كل واحد بيقول لك احنا عملنا التعوين بيشتغل لانجازاته الشخصية وليست لمصلحة الحكومة بشكل كامل